الخطاب السامي لحضر الصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها بمناسبة العيد الوطني الثالث المجيد والذي جاء من ضمن الخطاب نصره للشعب الفلسطيني الأبي حيث جاء من ضمن الخطاب أيها المواطنون أما عن سياستنا الخارجية فقد عبرنا عن ملامح تلك السياسة في مناسبات مختلفة وأكدنا ممارستنا الفعلية لتلك السياسة على الصعيدين العربي والدولي إننا جزء من الأمة العربية تربطنا وحدة الهدف والمصير قبل أن يجمعنا ميثاق الجامعة العربية وموقفنا من القضايا العربية واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض وقد أعربنا عن تضامننا مع إخوتنا العرب بكل ما نستطيع وأبدأ الشعب العماني روحا أصيل في الوقوف ضد العدوان الصهيوني وتأييد الحق العربي في استعادة جميع الأراضي العربية التي اغتصبها العدو بالقوة والغدر والإرهاب وسنبقى دائما مؤيدين للحق العربي ندعمه بالدم والمال ونسانده بكل طاقاتنا حتى يعود الحق إلى نصابه وترتفع أعلام النصر على الرؤوس بعون الله وفي صحيفة أثير لتاريخ عمان للكاتب نصر ألبو سعيدي حيث جاء في النص كانت عمان ولا تزال في مختلف عصورها تقف دوما مواقف مشرفة ضد المعتدين في أقطار شتى وبخاصة إن تم طلب المساعدة والوقفات منها ومن قيادتها فلن ينسى أحد ذلك اليوم الذي أنجد فيه الإمام الصلت بن مالك الخروصي أهل صوق طره من غدر الأحباش أو النصارى مثل ما يدون التاريخ حينما استنجدته نساء الجزيرة برسالة فاطمة الزهراء والتي بعثتها للإمام تشكو حال ما أصبحوا عليه ليبعث الإمام الصلت بعدها مباشرة جيوشه وأساطيله التي حررت سوق طره وأرجعت الحقوق لأهلها وصانت عرض نسائها وهكذا يستمر التاريخ العماني يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك فالإمام ناصر بن مرشد حينما اختصم أهل الجزائر فيما بينهم ووصلته تلك الأخبار بعث لهم برسالة يشرح فيها ألمه وألم أهل عمان لما يحدث هناك ناصحا أهل الجزائر بالسلام فيما بينهم وترك الشقاق وتلك الخلافات التي تسببت بهدر الدماء بالإضافة إلى مقدرة دولة العاربة بأئمتها على نجدة الهند وأفريقيا وقبله الخليج كله من الغزو البرتغالي الغاشم وفي عهد دولة البوسعيد استنجدت البصرة بالإمام أحمد بن سعيد المؤسس ليخلصهم من الغزو الفارسي كون عمان تمثل القوة الضاربة في المنطقة بأساطيلها التي عرفها التاريخ فوجه الإمام ابنه لقيادة جيشه العماني متوجها للبصرة ليكسر فيها شوكة الفرس وينجد أهلها منهم وتمكن من ذلك وتم له ما أراد لتعود البصرة لأهلها سالمة من الأذاء الفارسي بعدما استطاع الجيش العماني حصارهم وهزيمتهم حتى جلائهم من المنطقة ولا شك بأن العصر الحديث شهد وللأسف تآمر الدول الاستعمارية وبالأخص بريطانيا وأمريكا لتمهيد الصهاينة وتشجيعهم على احتلال الأراضي الفلسطينية فكانت المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية مع تهجير آلاف الفلسطينيين من أرضهم بعد قتل آلاف الشهداء وهدم آلاف المنازل والأراضي دون رحمة في ظل ضعف عربي عام في نصرة القضية الفلسطينية ويشهد التاريخ بأن أهل عمان في شرق أفريقيا كانوا من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية حتى أن الهجوم الدموي على العمانيين بالغزو التنغانيقي في عام 1964 والذي راح فيه آلاف الضحايا من العمانيين والعرب وأهل زنجبار كان بدعم صهيوني نكاية في الدعم العماني للقضية الفلسطينية وبالأخص حينما أعلن رئيس وزراء الحكومة الزنجبارية محمد شامتي عام 1963 في يوم الاستقلال معارضة حكومة زنجبار للكيان الصهيوني وجرائمه في فلسطين ومنذ فجر نهضة عمان وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يناصر بكل قوة في كل خطاباته لشعبي حق العرب جميعا في صد العدوان الصهيوني الممنهج ويذكر أهل عمان وكل الأجيال المتعاقبة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة حتى وهو يحتفل في الصلطنة بالأعياد الوطنية التي ترمز لميلاده وكأنه يخبرنا دوما بأن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حاضر في كل المناسبات التي يستطيع من خلالها أن يرسخ القضية أكثر في قلوب العمانيين حيث قال في خطابه بمناسبة العيد الوطني عام 1973 إننا نقف ضد العدوان الصهيوني ونؤيد الحق العربي في استعادة جميع الأراضي العربية التي اغتصبها العدو بالقوة والغدر والإرهاب وسنبقى دائما مؤيدين للحق العربي وندعمه بالدم والمال ونسانده بكل طاقاتنا حتى يعود الحق إلى نصابه وترتفع أعلى من نصر اشتركوا في القناة